على الرغم من أنه الأخبار السيئة منذ بداية البرنامج وقلوبنا تعتصر ألم على استشهاد الزميل هشام الهاشمي قبل دقائق أو لحظات من هذا الأمر يعني هذا الأمر يترك في داخلك غصة كبيرة لأنه ملازم الدم العراقي يبقى يسيل بهذا الشكل وبهذه القضية لأنه حتى إذا اختلفنا مع بعضنا البعض يجب أن لا نحكم السلاح لكي يكون اللغة بيننا الناس تختلف ودائما الاختلاف موجود في كل الأماكن وفي كل الأزمنة وفي كل السياسات لكن عندما نختلف ويكون الرصاص والعنف هو الذي يحكمنا فإننا سنتحول إلى غابة وغابة كبيرة سيضيع بها الجميع لذلك ما كنا نتأمل أن يسود هذا المنطق وما كنا نتأمل أن دائما الخلاف يجب أن يؤدي أن يقتل فلان وأن يقتل فلان وإلى ماذا ممكن أن نصل بعد هذه النتائج